على رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلينو خلال زيارة لتونس أنه تم احتواء قضية وصول مهاجرين تونسيين إلى إيطاليا بشكل متزايد خلال الصيف وصرح جنتيلينو أن نتائج الاتفاق الذي يربط الجانبين للتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين بدت إيجابية في الأسبوع الأخيرة وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت بأن عدد المهاجرين الذين يغادرون تونس إلى إيطاليا شهد نهاية الصيف الماضي زيادة غير مألوفة